مرحبا بكم في هذا اللايف الذي نتابع من خلاله طبعا ما يحدث في مملكة زريبة المغرب الذي يعني كثرت فضائحه في كل لحظة وحين نتمنى يكون الصوت مسموع وأرجو أنه إذا كان الصوت مسموع جيدا تخبروني إذا سمحت هذا الصوت جيد إذا كيف قال الأخ سبيك صوت جيد شكرا لكل الإخوان للتحقبنا لأخ المحامي في هيئة المحامين بالمحمدية ومرحبا أيضا بكل المتابعين اللي نتمنى إن شاء الله يعدوا كثر نتمنى على أنه تشاركوا الفيديو بأكبر عدد ممكن حتى يعني تعم الفائدة اللي هي دائما وراء هذه الفيديوهات ليست فيديوهات من أجل تصفية الحسابات مع أي جهة من الجهات ولكن هي مسؤولية تنوير العام المغربي عما يجري في مؤسساته هذه المؤسسات التي لا تقوم بدورها تجاه المواطنة اللي هي أصلا يعني تمول من جيوبه إذا كنت مختص فيما يتعلق بالإعلام العمومي المغربي فلأنني قضيت فيها 14 سنة وأعرف يعني ماذا يجري في تلك المؤسسة وفي كل المؤسسات التابعة لها وكيف أنها يعني هي جزء أيضا من منظومة الفساد المنتشرة في أكثر من قطاع في مملكة زريبة حتى يعني نكون دائما منصفين ونقول يعني بعض الأشياء التي تغيب عن الناس الذين يتابعون هذه القضية وهي للعام السادس على التوالي يعني نحن الآن ندخل للعام السادس وقريب يعني نصل إلى العام السابع ونحن نتحدث في هذه القضية ونكشف جوانبها ونقول لمن سلب الحقوق وعلى أنه أظلم وعلى أنه يجب أن يعيد الحقوق إلى صاحبها ونتحدث عن نفسي 14 سنة من العمل بدون خرجت أولا مطروض بطريقة غير مقبولة جدا حتى مع أبسط عامل في مؤسسة خاصة وبالأحرى في تلفزيون وتلفزيون مملكة زريبة التي تقول بأنها عندها 12 عام من الحضارة لكن إذا كانت هذه 12 عام من الحضارة أو 12 قرن من الحضارة إذا كانت هذه 12 قرن من الحضارة تعطي هذه السلوكات وهذه التصرفات فيجب أن يغسل أي شخص يده على ما يحكيه التاريخ عن دولة زريبة أو مملكة زريبة التي يقودها مجموعة من الهوات الفاشلين الأغبياء الذين لا يحصنون سوى سرقات المال العام كيف قلت من أجل توضيح بعض الأشياء محمد رادليلي حينما التحق بالإذاعة والتلفزيون أمضى سنة ونصف وهو يتقاضى ما بين ألف وثلتمائة درهم هي 26 ألف وألف وخمسمائة درهم سنة ونصف منذ ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين إلى ألفين وواحد إلى يناير ألفين وواحد يتقاضى هذا العبد الضعيف ألف وخمسمائة درهم بينما الدكتاتور فيصل العريشي يتقاضى أربعة عشر مليون سنتيم ولأنه طبعا معين بظاهير ملكي فإنه يتقاضى أربعة عشر مليون سنتيم زد على ذلك المناصب التي يعني يوجد على رأسها الآن والتي هي رئاسة الجامعة الملكية المغربية للتنس بواحد عشر ملايين تقريبا سنتيم كذلك زد عليها اللجنة الأولمبية الرئاسة أيضا اللي لا يتقاضى عليها حتى أحد عشر ملايين وكأن هذا العريشي الدكتاتور الفاشل المستبد الحقود كأنه يعني عنده ثلاثة عقول في عقل واحد يستطيع أن يسير الإذاعة والتلفزاء ويستطيع أن يسير التنس ويستطيع أن يسير اللجنة الأولمبية التي يعني تسير كل جامعات الرياضة في المغرب إذن تبارك الله يعني هذا الجيني فات الجيني ثلاث مرات والأربعة مقارنتان مع بقية المسؤولين الآخرين إذن محمد راضي الليلي حينما اشتغل في الإذاعة والتلفزاء أرغم أو قاموا بمحاولة إذلاله وتركيعه من أجل أن يغادر المؤسسة لأنها كانت ممنوعة على الصحراويين لأنها كانت ممنوعة على الصحراويين لأنها مصدر المعلومات ومصدر الأخبار الرسمية وأنه إذا كان هناك شخص يمكن أن يكون يشتغل لحساب جهة استخباراتية معينة أو منطقة بالنسبة لهم منطقة نزاع فإن أي صحراوي ممكن أن يقوم بهذه المهمة وعليهم أن يمنعوه بطريقة أو بأخرى من ولوج هذه المؤسسة ولكن لأنه الحمد لله والناس اللي اشتغلت معهم آنذاك في 1999 اللي منهم حسن الدويري اللي كان رئيس مصلحة الإنتاج أو البرمجة العربية اللي يتحذر من سلاء وبديع الغرناطي الله يذكرها بخير وإذا كانت وفات الله يرحمها رغم أنه الآن لا يتكون يعني في وضع صحي لأن أنا ذاكرة في 1999 كانت تكابر وتجتهد على الرغم من كبر سنية فاطمة راقيب حسن شاحيب شهاب زريوح مجموعة من الأسماء اللي اشتغلت معهم والحمد لله يعني كنت يعني خير ممثل لمنطقتي وخير ممثل للصحراء الغربية في الإذاعة والتلفزاء وفي الإذاعة أنا ذاك في ستوديو رقم أربعة ولكن الراتب هو 1500 درهم يعني راتب الآن الذين يتقاضون يتقاضوه بعض الأشخاص في الإنعاش الوطني كان هذا العبد الضعيف يتقاضاه ظلما وعدوانا داخل الإذاعة والتلفزاء بينما مدير التلفزيون أو مدير الإذاعة أو المدير العام التابع لوزارة الداخلية يتقاضى الملايين من السنتيمات وهذا كيف قلت لكم كانت طريقة ذكية من أجل التخلص مني بطريقة التجويع لأنهم يحسنون التجويع حينما يعني تكون هدف فإنهم يحسنون التجويع فإنهم يشتغلون عليك يشتغلوا عليك كامل ولكن ليس من أجل أن يساعدك على النجاح أو من أجل الاستفادة من خبرتك أو من أجل جعلك صحفيا ناجحا يؤدي مهمة ناجحة بالنسبة للإذاعة والتلفزيون لا 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 يشتغلون عكس ذلك يشتغلون فقط من أجل إحباط شوكتك ومن أجل إرغامك على مغادرة الإذاعة والتلفزة حتى يبقى فيها من هب ودب حتى يبقى فيها من لن يقول لا في الوقت الذي يجب أن يقول فيه لا وأن يقول نعم في الوقت الذي يجب أن يقول فيه نعم وهذا الذي ينقص دولة زريبة زريبة ينقصها أشخاص يقولون في وقت شدة وفي وقت ضرورة وفي وقت المصلحة أنه لا يجب أن يقوم بالعمل الفلاني لأنه يخالف المصلحة العام ولكن لأن لأن عقلية العبيد لدى المسؤولين المغاربة لأنهم أصلا يعينون بطريقة العبيد يعينهم هوب السادس بطريقة ظاهير ملكي أو قبله والده الحسن الثاني بظاهير فيصبحون عبيد لدى الملك وحينما يصبحون عبيدا عند الملك فإنهم يحاولون أن يستعبدوا كل من يقع تحت مسؤوليتهم وإذا كان هذا الشخص يرفض أن يكون عبدا فإنه يستعملون معه كل الوسائل وإذا استعصى ترويضه فإنه يتم التخلص منه وركله ركلة من أجل طرده من المؤسسة بكل الطرق وهنا أستحضر ما قاله القاضي قنديل الله يذكره بخير الذي قال بأنه الإدارة حينما تريد أن تتخلص تصميرك خطأا فإنها تحاول أن تصنع عليك خطأا تحاول أن تفبرك خطأا حتى تتخلص منك بينما الذين يخطئون في عملهم ويخطئون بحجم كبير ويقومون بأشياء ليفاضعة وتخالف ما أوجد من أجله داخل هذه المؤسسة فإنهم يبقون ويرقون ويرقون لماذا؟ لأنهم أخطأوا عنوة بينما الذي لم يخطأ فإنهم يفبركون له ملفا لإظهاره على أنه أخطأ فقط لأنه عنده أنفة وكبرياء ولا يستطيع أحد أن يطوعه داخل المؤسسة فهنا منذ 1999 إلى 2001 ألف وخمسمائة دلم مع مجموعة من السلوكات والمضايقات والتحرش يعني كل وسائل الإذلال بما فيها ما قاله لي في يوم من الأيام عبد الرحمن عاشور اللي هو الآن كيف قالوا لطريح الفراش بسبب مرض عضال واللي كان يعني مدير الإذاع عن ذاك واللي كان في منصب قائد ممتاز في وزارة الداخلية والذي أعاد إلى وزارة الداخلية في منصب عامل مكلف بالاتصال في وزارة الداخلية المغربية اللي قال لي في يوم من الأيام واش ما بغيش تعطينا التسعة واش ما بغيش تعطينا التسعة يعني وبحثت عن مبرر هذه الجملة وقال فقط لمحمد راضي الليل يدون غيره من الأشخاص الذين يدخلون الإذاعة والتلفزة أو يشتغلون في الإذاعة والتلفزة فلم أجد لها جواب إلا أنها قمة التمييز العنصري تجاه الصحراويين وأنك يا صحراوي فإنك يعني حاولت اقتحام ويجب أن تعطينا التسعة ولأنه صحراوي جاء من قليميم والله جاء من العيون لأنه أنا ذاك كنت حصلت على الباكالورية في العيون في 1995 وجئت دارسا في الرباط فإنه يعني يجب أن ولكم أن تتصوروا يعني كيف كيف هو شعور إنسان يسمع هذه العبارة داخل المؤسسة عممية من طرف قائد ممتاز في وزارة الداخلية الذي يشغل آن ذاك منصب مدير الإذاعة ولكن لم نعطي اتساع لأنه هذا أصلا يعني عمل أحبه وكان حلمي أيضا في الطفولة ويكفيني فخرا على أنه أنا لا شاب صحراوي درس في المدرسة العمومية وسترح في وقت من الأوقات ورقيد في الخيام مع الخالة الله يذكرها بخير في الوطي في الطنطان وتدحرج في كل يعني مراحل التعليم بإمكانياته الذاتية المتواضعة جدا مع مجموعة من الطلب اللي كنا نسكنه معهم أنا ذاك في الرباط وكل ظروف يعني التقشف وكل ظروف المعاناة التي الآن لا يعيشها الطالب مع الأسف واللي كانت صنع الشخصيات صنع شخصية كل فرد من الأفراد اللي يمر من الجامعة لذاك بظروفها الصعبة ولكن هذا الشخص استطاع أن يكون أيضا ضمن المذيعين في ستوديو رقم أربعة بكفاءته وبصوته وليس بتدخلين من أحد وليس بلا بخلي لهم ولا بغير خلي لهم ولا بغير الشخصيات اللي تقدم نفسها على أنها صحراوية وتوظف أبناء عمها داخل المؤسسات دون يعني كفاء وكان للفخر كصحراوي أن أليج هذه المؤسسة وأن أصل إلى هذا المنصب وأن أبدأ كما يبدأ كل المذيعين أبدأ بهنا الرباط وأقدم الأذان وأربط الاتصال مع الرياضة وأسجل في دفتر المحافظة داخل الستوديو بقلم خط عربي كنت أشتريها أنا ذاك بـ 12 درهم بالرغم من أن أتقاض 1500 درهم ومن أجل أن أنظم هذا الكتاب الذي كان يعني كل من يقرأه يعرف بأنه هذه الحصة لتنظيمها كانت الفلان بسبب قلم الخط العربي ولكن كما قلت لكم بدل أن يكافأ من يخلص إلى مهنته والذي ينسجم مع قناعاته والذي يعني يصل إلى المنصب عن طريق الكفاءة والإخلاص فإنه يركل ركلا ويسلب حقوقه في واضحة النهار وتعطى التعليمات للقضاء وللأجل كل مكان حتى لا ينال حقه الذي تعب لأجله منذ 1999 إلى غاية مغادرة المؤسسة طردا تعسفيا في 2013 وهنا لابد يعني من طرح الأسئلة ماذا استفاد المغرب من منع إنسان من حقوقه القانونية والمادية ماذا استفاد المغرب ماذا استفاد النظام الفاسد المفسد الذي يتابع الأحرار في كل مكان ويسلبهم حقوقهم هكذا دون سبب ماذا استفاد هل بعرق جبين إنسان تعب منذ 1999 ويحارب من أجل يعني ضمن كل الأشخاص الذين يحلمون بتحقيق يعني أمنياتهم ومهنهم التي ولدوا من أجلها ماذا ربح هل ربح شيئا المغرب هل عن طريق سلب هذه الحقوق في 14 سنة وأتعب تعسفي وكل ما لحق ذلك من متاعب اجتماعية ونفسية واختصادية سواء لي والأسرة الصغيرة والكبيرة ماذا ربح المغرب هل حقق هل نجح في خفض مديونيته بالخارج هل استطاع عن طريق تلك الدريهمات أن يحل مشكلة التشغيل في المغرب هل استطاع أن يطرد أو أن يتخلص عبر هذا المبلغ البسيط أن يتخلص من مشكلة التشغيل في المغرب هل استطاع أن يطور الإذاعة والتلفزة لأن تصبح مؤسسة على الأقل تحمر لوجه لدولة هل لا يخجل المغرب على أن هو مليفزيون ولديه بعض الصحفيين لا يستطيعون حتى أن يفتح الحاسوب أن يندمار الأورديناتور هل لا يخجل المغرب الذي يستعرض عضلاته ويتحدث عن الأقمار الاصطناعية ويتحدث عن تيجيف ويتحدث عن مكانته الإفريقية وعن مكانته الأمنية في العالم وعن قدرته الاستخباراتية أن يوجد داخل هيئة تحريره وداخل هيئة تحرير تلفزيونه الرسمي صحفيون لا يستطيعون أن وأن يكتبوا في الورد لا يخجل المغرب الذي يتبجح على أنه يعني في القمة وهيئة تحريره في تلفزته الرسمية ليس فيها أشخاص يتقنون اللغات الحية وإن كانوا وإن مجدوا فإنهم لا يتجوزون العشرة ويدافعون عن المهانية ويتحدثون عن المهانية وأفواههم تفتح إلى ما لنهاية مدافعين عن طرد إنسان من منصبه ومن عمله ويصورون الأمر على أنه بطولة وأن محمد الرضي يطرد لأنه يتخبر مع الجزائر ومع البوليزاريو هذا هو تفكير المسؤولين في المغرب الذين فشلوا إلى حدود اللحظة في أن يصنعوا إعلام من من ينعلق القادر أن يسوق صورة المخزن لدى الشعب فنظركم لماذا الآن يعني يستثمرون أموالا ضخمة في الذباب الإلكتروني الجاهل المجهل لما عنده عشاه والذي يقبل أن يكون يعني يشتغل بميتين درهم لللايف تعتقدون لماذا يشغلون هذا الذباب الإلكتروني لأن إعلامهم التلفزي والإهلاعي فشل فشلا ذريعا في تسويق أو في مواصلة تسويق صورة الملك وصورة الحكومة المؤسسات التي هوت إلى الحضيط دولة عندها 12 قرن دولة زريبة التي عندها 12 قرن ولديها لا سينارتي التي مؤسسة شب عمومية استطاع فيصل عريشي أن يحولها من عمومية إلى شب عمومية حتى يعني يحسن سرقة المال العام بالقانون بالقانون وأن يصبح صاحب الملايير من السنتيمات وأن يصبح أو تصبح صديقاته وأصدقائه لديهم شركات إنتاج من المال العام بالقانون ويسترق ويعطي ذلك اللي كبر منه ويعطي الفؤاد ويعطي الغير الفؤاد لا سينارتي مؤسسة قدلخلة بميزانيات قدلخلة بمقر قدلخلة بمقرات حتى مجاورة مكترات بعصرة ملايين سنتيم للشهر هناك مقرات قريبة من الإذاعة والتلفزة تابعة للإذاعة والتلفزة مكترات بعصرة ملايين في الشهر وهذا الذي يؤكد على أن هو الدكتاتور فيصل عليش لم ينجح حتى في إنشاء مقر واحد مقر تابع للإذاعة والتلفزة مقر يحفظ كرامة الناس العاملين فيها ويحفظ كرامة المؤسسة لأنه عيب وعار أن يعود تلفزيون حكومي يكتري العمارات من عند الأشخاص ولم أتحدث عن المخاطر المخاطر المعلوماتية التي يمكن أن تكون أيضا وراء أنك تكري عمارة تابعة للخواص وتنصطلي فيها بيسياتك ويكون فيها كل أنظمتك المعلوماتية ممكن أن تكون مختارقة من تحالف أمك وتظهر بأنك صحب لاتجات وتصلي لاتجات وتقس لاتجات وتخرج لاتجات وتتلقى تعليمات لاتجات وتكري فيلتك للزوجة الثانية للمدير العام لاتجات وعندك إذاعات الآن على ما أعتقد يعد وصله لـ 11 إذاعة على المستوى والمجرد الفاشلة على أختها الفاشلة على أختها جيل جيل الداخلية الآن يتوفى واحد تلو والآخر وجه جيل آخر وهو من جيلك يا أيها الدكتاتور فيصل عليشي ورغم ذلك ليست هناك إذاعة ناجحة ليست هناك إذاعة جهوية واحدة ناجحة حتى طنجة حتى إذاعة الطنجة اللي كان يضرب بها المثل واللي كان عندها مستمعين في كل مكان واللي كان تشذ حتى عن القاعدة الرسمية أحيانا بفضل الصحفيين الأكفاء اللي كانوا فيها في وقت من الأوقات كتلتوها بطريقتكم الخاصة عينتوا ليها واحد لأنه صاحب برلمانكم صاحب محمد أو أخو محمد خباشي واللي المعلومة محمد خباشي هو مالك برلمانكم موقع برلمانكم واللي هو من نشر فيديو الزفزافي عاريا واللي قالوا كذاش وفتح التحقيق واستدعي رئيس التحرير ورئيس النشر ولا شيء تغير لرغم أنه عرض سجين داخل السجن لتأثيرات لا حد لها نفسية واجتماعية لأنه صور عاري وخرج الفيديو إلى العموم أخوه هذا صاحب برلمانكم هو الذي عين بطريقة ملتبسة ومدلسة وكشفناها في حينها وانشرنا عنها وراوه وراوه بعض الوقت بعد ذلك وضعوا وضعوا أخوه خباشي الحسين خباشي على رأس الإذاعة ليقتلها قتلا وليذبحها ذبحا وكمل على ما تبقى من إذاعة طنجة هي اللي كان فيها شوي من 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 ما أتكلمنا على قدير اللي مسيطر عليها من طرف أخناتوش ما أتكلمنا عن مراكش اللي سيفطولها وحدة فاشلة في كل شي في حياتها وفي غير حياتها ما أتكلمنا عن عن شق ما أتكلمنا عن عن فاس اللي فيها وحدة قالها غير تكتع الريوس العاملين في الإذاعة ما أتكلمنا عن وجدة ليش يعني تموا يغيروا فيها وغيروا فيها حتى هي فقدت على الرومانية موجودة على منطقة حساسة ويجب أن تقوم بدورها الإعلامي في مواجهة الجزائر وما أتكلمنا عن بقية الإذاعة زيد على هذه القناة الثانية اللي صوريات دوزام واللي من إفلاس إلى إفلاس ولكن إفلاس لماذا وما هو السبب الإفلاس لأن يد الدكتاتور فيصل عريشي مع سليم الشيخ اللي كان مدير لاباشكيري في الجزائر تصوروا واحد كان يفهم في لاباشكيري في الفرماج وعاد يفهم في التلفزيون في المغرب وكانوا ملايير الموجهة إلى دوزام وطبعا دورها التحرري دورها في صناعة مشهد اجتماعي جديد في المغرب عن طريق ما يسمى بالانفتاح أي اللقاطات الإباحية القبال الصهارات الماجنة رعاية التافيهين في المغرب تدمير القيام هذا هو دورها هذا هو دورها وينفق عليها من المال العام ومن فلوس الشعب ومن ميزانية الشعب ويقومون بهذه الأدوار القذرة وبهذه الأهداف القذرة ويسرقون ويملؤون جيوبهم ويكفي على أنه مدير القناة المدير دوزام متهم باغتصاب متدربة ونصرة صوره وتسجيلات الصوتية وصوره في السرير وذو وذو كاملين كانوا عندي ولا شيء أتغير لماذا؟ لأن المغرب دولة تزريبة ولأن اللي يحكموه شكون العصابة التي تحمي بعضها في كل مكان دير دير مشكلة قد الخلاء لن يتابعك ضحاياك لا يتم يدوره فهم بحال هذا الفيران المسرح إلي سواء أنه يستسلم سواء أنه ينتحر والله يعدل شيء فراص وما تكلمنا عن ما يسمى بقناة العيون الجهوية اللي من نهار أنشئت وهي تمشي على الفساد من نهار أنشئت وهي تمشي على الفساد والاختلاسات وسرقة المال العام ولا يعني ولا يمضي مسؤولوها بالاتفاق مع فيصل عليش وقتهم سوى في البحث عن كيفية رفع الميزانية من أجل أن يصلوا إلى الميزانية كانوا يطالبوا أنها تصل إلى ستة مليارات بشي تكون الغنيمة أكبر ويصورون على أنهم يعني عندهم فقط مشكلة في الإمكانيات من أجل أن يصنعوا منتوج في المستوى بينما المنتوج لا تصنعه الإمكانيات الكفاءة البشرية التي تصنع المنتوج الكفاءة البشرية التي تصنع المنتوج فهل صنعتم كفاءة بشرية هل اخترتهم كفاءة بشرية من أجل إدارة كل هذه المؤسسات والإذاعات وما عندكم الفاشل لا يمكن أن يبحث عن الصحفي أو التقني أو لإداري الناجح لا يمكن أن يبحث عنه ويزعجه أن يكون إلى جانبه وإنما إذا كان شعدي فاشلين فإنه يحيطه أو يحيطهم به من أجل أن يستمر في مكانه ومن أجل أن ينهب فقط ليس من أجل أن ينتج وهذه الكارثة التي تحل كل يوم بهذه المؤسسات ما هي فقط الإذاع وتلفزاو وإنما كل المؤسسات في المغرب التي ينخرها الفساد وينهشها يوما عن يوم ومن خلال تدمير هذه المؤسسات سينهار ستنهار هذه المنظومة ستنهار ستنهار هذه مسألة وقت فقط يكونوا متأكدين على أنه ستنهار هذه المنظومة لماذا؟ لأنها ليست مبنية على أساس مبنية على أساس الصرقة والاختلاس والكولسة والشر وكيف يظهرون براعتهم في التدليس ويضيع كل الجهد في هذا الاتجاه ويبقى الجانب الإيجابي يتيم ومع المغرب ومع الأسف في المغرب ليس هناك رجل رشيد مع الأسف في مملكة زريبة ليس هناك رجل رشيد وإن كان وإن وجد فإنهم يبحثون عن التخلص منه سواء عن طريق السجن أو عن طريق التهجير أو عن طريق القتل أو عن طريق التسميم أو عن طريق مجموعة من الأساليب التي يعني عندهم خبرة فيها ولكن في النهاية لا يصح للصحة وتحيتي لكم في كل مكان وشكرا لكل من لأنه هون شفت ياسر من التعليق مساكين ما يمجاو مجموعة من الذباب الإلكتروني واحدين يقول هاو هاو واحد يقول لاش مجراءوا عليك ماشي مشكلة أرى ما عندك تحياتي لكم وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو آخر وإلى الملتقى